أنفسهم يظلمون ننتقل بعد ذلك إلى صورة الجمعة وهي أيضا صورة مدنية طبعا هل هي في أول مدني أو في آخر يظهر من أواصط من أواصط المدني أيضا في جانب التجارة فيها هذا المال عجيب لو نتتبع المال في القرآن الكريم وتأثيره على الذين آمنوا لو وجدنا أشياء عجيبة وهذا موضوع ثاني يعني بمعنى الذنوب التي يذكرها الله عز وجل هذا الإنسان في أكثر من عامل يشكل تفكيره وضميره وسلوكه عامل الهوى عامل القرابة عامل المال عامل حب الفخر عامل الكبر عامل الاشتباه عامل الظن عامل الشك وهكذا فعامل المال لو نأخذه في القرآن الكريم موضوع كبير جدا وعليه يتحال في سورة الجمعة طبعا من السيرة الظاهرة أو من الأشياء التي تخص النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيهم هي شاء والله ذو الفضل العظيم هذه من الآيات التي تمدح أو تثني أو تذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وامتنان الله على رسوله هو الذي بعث في الأميين الأميين هنا في اختلاف معروف في معنى الأميين هل معناه لا يقرأ ولا يكتب أم معناها العرب أم معناها التابعين لأم القرى يعني المهم أن النبي من هذا العل الذي لا ينكر فيه أحد أن النبي من العرب ومن مكة تمام فالأميون سيكون هؤلاء كتبوا أو لم يكتبوا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فالأمية القراءة والكتابة يظهر بعض الأبحاث المعاصرة أن النبي كان يكتب ويقرأ وأيضا الله في القرآن أمره بالتلاوة أن يتلو وأن يقرأ عليهم القرآن تمام وكان له كتب يكتب وهو يقرأ وهو لعله وما تخطه بيمينك ما نريد أن ندخل في هذه الجدلية ولكن نعرف أن الله بعث في الأميين يعني في العرب وخاصة في قريش رسولا منهم يتلوا عليهم آياته التلاوة في تلاوة وفي التلاوة طبعا ليس بالضرور أن تكون قراءة لكن في آيات أخرى يأمر الله نبيه بالقراءة من أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلقه ويزكيهم طبعا مهام النبي في هذه الآية يتلو عليهم آياته ويزكيهم التزكية التطهير وأن ما قد أفلح من زكاها وأنت بحاجة ماسة لأن تزكي نفسك ألا تتوقف عن تزكية النفس طبعا هذه عندما أقولها أنا من باب البيان لا أخبر أو لا أقول لكم عن نفسي أنني هكذا في كثير من الأخوة يفهمون خطأ أننا عندما نجد معلومة ونعرضها ليس بالضرورة أننا قد نكون مقصرين فيها أكثر من كل المشاهدين أو على الأقل معظمهم إذن فالتلاوة والتزكية والتعليم يعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة هنا طبعا الكتاب القرآن على اختلاف بعض الباحثين المعاصرين يرون أن الكتاب غير القرآن غير الذكر غير الفرقان وهي وجهة نظر فعلا ينبغي أن تقرأ أن تدرس وبعضها ظاهر وبعض الأدلة قد يكون فيها خفاء طبعا لا نؤمن أن الأصل هو عدم الترادف في القرآن الكريم المهم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الله امتن به على الأميين العرب وأهل مكة وامتن عليه فالفضل لله وحده فيه على هذا النبي وعلى الأميين والمسلمين على الأمة العربية أنه بعث فيهم رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويعلمهم أو يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال المبين طيب السؤال لماذا عاد المسلمون إلى الضلال المبين إيش معنى عاد المسلمون يعني بمعنى ما هي آثار رسالة النبي فينا نحن كمسلمين نحن كمسلمين لسنا أعلم الأمم ولا أتقى الأمم يعني الأكف اعتداء ولا أصدق الأمم ولا أكثرهم إنسانية ما هذا البلاء ما هذا البلاء يقول كانوا من قبل في ضلال المبين ما هو الضلال الذي كان قبل مظالم وأكل أموال الناس بالباطل وقتل وعداوة وبغضاء وكبرياء وتفاخر والقانون العام الطاغوت يتحاكم إليه طيب المسلمون اليوم هم أقرب للكتابة والحكمة والتزكية ولا أقرب للضلال المبين إذن هذا يوجب علينا ملاحظة كيف تدهورت الأمور القراءة التاريخية التي تبدأ من القرآن الكريم وهذا ما نحاول فيه هنا أن نقرأ لماذا المسلمون اليوم إن لم يكونوا من أسوأ الأمم من الدول النامية هذه تلطيف الدول المتخلفة والشعوب المتخلفة لطيفة الدول النامية طيب لماذا ومعنى هذا الهدى الضرر ليس في كتاب الله الضرر في الذين أوتوه لأن الله عز وجل يقول وما اختلاف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فسبب الاختلاف هو البغي هو الظلم السبب تأخرنا هو نحن ما في نفوسنا أن الله لا يغير ما بقومنا حتى يغير ما بأنفسهم ما قال حتى يغير ما بهم النفوس النفوس فيها هذا الكبر هذا الكل يريد مصلحته في هذا الأنا بين جوسين هي الخلاصة هي خلاصة ما ضرب الإنسانية كلما تضخمت الآن الآن الذاتية الآن العائلية الآن المذهبية الآن الإقليمية الآن هذه الآن هي القاتلة فلذلك طبيعي أن الله ما يغيرك حتى تغير ما في نفسك تغير هذه الآن تحب الخير لجميع البشرية تكونوا إيجابيا ولذلك هذا سر من أسرار تدهورنا أننا انتبهنا إلى الآخر ولم ننتبه إلى الذات لم ننتبه إلى تصحيح الذات إلى قتل الذات من صحة التعبير أقتلوا أنفسكم الله يأمر موسى أن يأمر أصحابا أن يقتلوا أنفسهم القتل هنا قد يكون معنوي أقتل الكبر في داخلك أقتل عبادة ذاتك عبادة أندادك عبادة عاداتك طاغوتك الطاغوت هو ما طغى على الشخص ما طغى عليه من عادات أو قانون أو رموز أو أنداد أو شركاء أو شفاعاء إلى آخر على كل حال في آخر طبعا ذكر الله عن قصة بني إسرائيل نتجاوزها إلى أن نذكر حادثة تخلفهم أو خروجهم من المسجد النبوي إلى التجارة وهذا مسألة المال كما قلنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا انفضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين هذه حادثة أيضا وأيضا فيها ذكر تجارة وتذكرون صورة الصف هل أدلكم على التجارة وصورة البقرة فيه كأن كأن المطامع المالية وكأن طبعا نحن نقدر أنهم خرجوا أنهم خرجوا إذ ربما لحاجة ولكن أن يتركوا النبي واقفا ويخرجون إلا أفراد الذكروا في الروايات أفراد قليلين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا عجيب أنا ما أكاد أعقل هذا يعني اليوم حتى لو كنت مع خطيب لا أحبه لن أغادر هكذا وأتركه لأنه في تجارة إن شاء الله في الحلقات القادمة أنا أبين هذا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله